قد تنتهي حيات هؤلاء الأطفال هنا في أي لحظة فهذه البرك العميقة التي تحضر السباحة فيها يلجأ لها أطفال رواي الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك في ظل انعدام أماكن ترفيهية تحتضنهم وهروبا من حرارة الشمس العالية التي تزيد عن 40 درجة مئوية صيفا في هذه البرك الزراعية أكثر من 100 طفل لقوا مصرعهم خلال السنوات الأخيرة لتتحول من برك لحصاد المياه إلى برك لحصاد الأرواح مسلسل الغرق في البرك الزراعية تكرر في كل عام ويذهب ضحيته عشرات الأطفال والشباب في ذل غياب الرقابة من قبل الحكومة وهي البرك الزراعية عبارة عن مسجد وبحاجة إلى تشريع قانون من مجلس النواب لحماية الأطفال الأبرياء أن هناك معظم 80% من البرك الزراعية لا يوجد عليها حماية وهي معرضة لأي لحظة أنه يغرق فيها طفل دون العاشرة في الأوار الجنوبية رقبت إبني في البرك الزراعية كان نسبح في البرك الزراعية مهجور إلها خمسة سنة فأجلنا حالة وفاته أجلنا خبره الساعة ثلاثة نصف الصبح ووجه الصبح ست ساعات وهو غريب في البرك لا لا يوجد جلادي في أعمدن ولا عيش يطوله بعد ست ساعات راح تفقده وطوه فأنا نشد الحكومة أنها تلغي هذه البرك الزراعية في منطقة الأغوار الجنوبية هذه البرك التي يفوق عددها ألفا وخمسمائة بركة في اللواء والتي ابتلعت المئات من الأشخاص باتت تشكل كابوسا يؤرق أهالي المنطقة ما جعل الأهالي يرفعون الصوت عاليا للمطالبة بوضع حلول لهذه المشكلة أنا ابني فقدته حدث أنه وقع بركة زراعية والله يرحم أولادي كل يوم بصنع الشباب كل يوم بصنع الساعة الثلاثة لتنتيع يعني ولا الطلب قلعي قال أخته ساعة دقائق وأنا جاي ليس مطور قالت له أنت كي أمه الرئيسي قال أمه محليك رئي وأنا مع الساعة الثلاثة قدني جريتنا وأنا بتقول لي والله أجبه قبل بركة حالتا غرق منفصلتان وقعتها الأسبوع الماضي تسببت بوفاة شاب وطفلة يضافان إلى مئات حالات الغرق التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في هذه البرك بما يعيد فتح ملف البرك الزراعية المكشوفة وإجراءات السلامة العامة ودور الجهات المعنية للحفاظ على حياة المواطنين فهل من آذان صاغية؟ من لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك محمد الكفاوين رؤيا